وتقدم الرئيس السيسي بتحية إجلال واحترام لجميع شهداء الوطن الذين قدموا حياتهم ثمناً لبقاء الوطن وحمايته وأضف رئيس السيسي أن شعب مصر لا ينسى منضحه لأجله مؤكداً العمل على بناء وطن قوي كريم أتقدم بتحية إجلال واحترام لجميع شهداء الوطن أبناؤنا الذين قدموا حياتهم ثمناً لبقاء الوطن وحمايته نشد على آياد أسرهم ونقول لهم إن شعب مصر أصيل لا ينسى من ضحه لأجله وسنعمل جميعا على بناء وطن قوي كريم يليق بحجم التضحية التي ستظل تاجا فوق أوسنا ينير لنا الطريق نحو المستقبل الذي نتطلع إليه